بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة فيديو جديد والنهاردة هنتكلم عن موضوع جميل جدا وهو الحصول على استضافة مجانية من موقع شرح اليوم النهاردة فيديو مهم ومفيد هتستفاد بيه جدا في الحصول على استضافة مجانية ودوميل مجاني هندخل على الشرح ولكن قبل ما ندخل على الشرح ما تنساش اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس لايك لو عجبك الفيديو فيه كتير لسه مقدمناهوش ويلا بينا على الشرح يلا بينا يلا بينا هندخل على موقع الشرح اليوم وهو موقع بنسيون بنسيون دوت اي او الموقع دوت بيديلك استضافة مجانية وتقدر تستخدمها زي ما هنشوف في شرح اليوم عندنا الموقع بتلاقيه بوجهة زي ما انت شايف كده بنختار بنشوف كده من هنا الخطط هندوس على كده اللي هي خطة الاسعار هتلاقي خطة الاسعار ظهررت بالشكل اللي انت شايف دوت هتلاقي فيه اربع خطة اسعار زي ما انت شايف كده اللي هو السيلفر والجولد والبلاتينيوم والدياموند. السيلفر ديت اللي هي الخطة الفري الخطة المجانية. طبعا. الجولد والبلاتينيوم والدياموند ديت بتبقى مدفوعة. عندك الفري بيدي لك يعني حاجات جميلة جدا وهو عاملك مكرمة بين الاربع خطط. يعني هو بيديك خطة استضافة يعني محترمة. بيدي لك يعني الحاجات اللي انت شايفها دي. يعني اقول لك العلية علامة غلط ديت. مش متاحة في المجانية. بس متاحة في الجولد والبلاتينيا والديامون. احنا هنحتاج بس الاصطدافة اللي نستخدمها بحاجة بسيطة. مش حاجة كبيرة. مش موقع كبير. طيب. انا دلوقتي عشان ادخل بقى ونشوف هنبتدي ازاي. طبعا انا هستخدم موقع هنروح كده ونكتب تيم بميل. طريقة ديت. كلمة تيم بميل. وهنروح اليوم ده عشان الشرح بس. انت ممكن تخش بجوجل. او اقول لكم انا ممكن هسجلكم النهاردة بالاخونت الخاص بجوجل. فهندوس على هندخل على من هنا. علشان نبتدي. بالطريقة دي. في الخطة السيلفر. تمام? بيقول لك بتدخل والاست نيم والكامباني نيم والوورك ايميل والباسورد. طبعا بالطريقة دي. وطبعا اللي هي البلد اللي انت منها. وبعد كده بتدوس على اه وافق على الاتفاقية والكلام ده كله. طبعا الاسهل وطبعا ان احنا ندخل عن طريق جوجل. طبعا انا هجرب كده وهن معاك وهو زي ما انتم شايفين. sign in with google. طريقة دي كده. كده احنا دخلنا على الموقع المحترم. هتلاقيه ظاهر بالشكل دوت. يعني عندك بيقول لك زيرو. يعني انت لك لحد اتنين. هندوس على من هنا بالطريقة دية كده. هيقول لك انت تستخدم ولا 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 كزا ولا كزا. احنا طبعا هنستخدم بالشكل اللي انت شايفه دوت. هيقول لك اختار السايت. السايت بيبقى الاسم بيبقى كزا. سايت نيم بانسيون سايت والكلام ده كله. عندك انت بتختار الاسم بتاع الموقع بتاعك من هنا. وبيقول لك تشوز ارجيون او فور زا سايت. يعني المنطقة الخاصة بالسايت. فممكن نختار او يوربيون. يونيون واستراليا او كندا. طيب انا مسلا ممكن نختار هنخنسبها على وهنختار اسم كده وليكن مسلا ليرن تيكنو. اللي يعني الشرح بس مش اكتر. ليرن تيكنو مسلا. تمام? وهندوس على بالطريقة دية. يقول لك داشبورد. وهو بيعمل لي اهو هياخد وقت بسيط. هنوقف ونرجع تاني. ومش هياخد وقت كبير. وارجعنا تاني بعد ما تم اكتمال التحميل. وبعد كده هجيب لك من هنا بالطريقة دية. هندوس على داشبورد من هنا. هندوس عليها كده بالطريقة دية. هنخش على بالطريقة دية. جاب لك وجهة الخاصة بيك. انت هتختار اللغة. ممكن تختار الانجليش او اللغة العربية. انا هخليها في الانجليش بالطريقة دية. وهندوس على بالطريقة دية. هنختار اسم للموقع. وليكن. وبعد كده هنختار مسلا وليكن هنسميه طبعا انت سميه حاجة تاني وما تكونش اسمك حاجة تانية. طبعا عشان بقاش سهل معرفته. وبعد كده بتختار مسلا خاص بيك كده. هندوس بقى نكتب الباسورد ونكتب باسورد قوي شوية. ومسلا وليكن مسلا هنعمل كده. نكتب مسلا باسورد قوي. نعمل كده مسلا. دوت يعني متوسط. وبعد كده الميل بتاعنا ممكن نختار الميل بتاعنا بالطريقة دية. نختار الميل. بعد كده يعني دوت لو انا عاوز الاجي اهو بالترجمة. لو عاوز الاجي مسلا موقع من محركات البحس. هنا بقول لك تصبيت محركة البحس من فرصة از الموقع. والامر المطلوب لمحركات البحس لتلبية هذا الطلب. اوكي. بعد كده هندوس نلجي الترجمة كده. بعد كده هندوس على اللي هي كده. بعد كده هندوس على رياضية وهنطار. بعد كده ونكتب الباسورد ونعمل كده احنا دخلنا للورد بريس. احنا كده سطبنا على الاستضافة المجانية اللي احنا اخدناها وهتلاقي الاستضافة بالانجليش كده هنخش على زي ما تعودنا. ولو عاوزين نغيرها للغا العربية هندوس على وبعد كده نختار بدل هنختار العربية وبعد كده هننزل تحت وندوس على كده اتحول تحول للغا العربية هندوس على الاضافات وهنختار الجير مفعلة وبعد كده هنختار الجير مفعلة وبعد كده هنختار تحديد الكل وبعد كده هندوس على حزف وبعد كده تطبيق هنحزف اهو كل الحاجات ديت هندوس على الادافات تاني كده كده مفيش حاجة خالص طيب عندك بعد كده كمان المقالات هنخش على المقالات كده هتلاقي في المقالة ديت كده هندوس عليه هنحددها وبعد كده هنختار نقل الى سلة المهملات وتطبيق وبعد كده هنروح على سلة المهملات وهنحددها وبعد كده هندوس على حسف بشكل دائم وهي تطبيق كده حزفناها هنروح على المظهر بالطريقة ديت وهنختار من ضمن السمزات الموجودة او ممكن ندوس على اضف اضف من هنا هتلاقي اول واحد قالب اصطرا القالب المجاني المحترم يعني يقول لك هو هنا منصب اللي هو والكلام ده كله احنا هنختار اصطرا هندوس على تنصيب من الطريقة دية جال التنصيب شكل دوت هندوس على تفعيل كده جاب لك اللي هو الاداء المساعدة في بناء اصطرا هندوس على كده بالطريقة دية وبعد كده هنختار افضل اللي هو بعد كن نختار بقى السمزات الموجودة في عندك في حاجات كتير واخبالك منها اللي انت شايفه دوت طبعا هنختار حاجة من الحاجات المجانية فيش مشكلة دوت كنا اخترناها في شرح سابق اللي هو دوت ممكن نختار حاجة تانية مسلا وليكن مسلا اللي هو اللي هو دوت وليكن دوت مسلا ده يعني دستور طبعا ممكن نختار اللي هو يعني اي حاجة حسب اللي انت هتفقى تعمل بالموقع بتاعت بالطريقة دية طبعا احنا عندنا واي كوميرس والكومانيتي والبارسونال سايت وايه بروفاشنال وايه بارسونال كير واللوكال بيزنس وهيروجي فانا هختار مسلا وليكن من هنا كده بالطريقة دية هو بيحمل لي السمز دوت المعاينة بتاعتها وبعد كده هندوس على او كده بالطريقة دية هنختار الوان الازرار يعني مسلا الزر دوت ممكن اهو دوت مسلا لون الازرار او ممكن نختار اللون دوت الازرق او اللون دوت او اللون دوت اختار اللون الازرار اللي انت عاوزها بالطريقة دية فانا مسلا اخطار اللون الاحمر زي ما هو هنخليه الفولت وهنندوس على كنتينيو بيقولك بقى هنا ايام بيجينر ولا انتر ميدير يعني متوسط الخبرة ولا خبير ولكنام ده كله هدوس على ايام بيجينر وبعد كده هدوس على يعني انا بعمله لنفسي ولا لشركتي ولا لعميل فانا هدوس لاختار كلام ده كله لنفسي وهدوس على بالشكل دوت هو بياخد وقت بسيط في انشاء الموقع بتاعك هننتظر وقت بسيط جدا مبروك زي ما انت شايف يعني هو اخد خمسة وعشرين ساكند او يعني هو اخد خمسة وعشرين ثانية في البناء يعني اتبنى بسرعة جدا هندوس عليه كده بالطريقة دية فتح لك الموقع بتاعنا ادي الموقع بتاعنا اللي احنا بنيناه في وقت بسيط جدا جدا واستضافة مجانية وجميلة تقدر تبني فيها الموقع ودوت كان شرحنا اليوم انا بشرح لكم المواقع الاستضافة المجانية اللي ممكن تتعلم عليها وتبني فيها البداية شغلك والكلام ده كله بعيكاة تنقله على استضافة مدفوعة بعد كده برحتك ولكن تتعلم في الاستضافات المجانية اللي انا شرحتها في القناة ولسه هشرح في مواقع تانية اللي لسه ما شرحتهاش وده كان شرح اليوم يارب تكونوا استفدتوا وطبعا ما تنساش اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس لايك علشان يوصل لك كل الشرحات الجديدة القيمة والمفيدة وشكرا ليكم ومع السلامة اشتركوا في القناة